اعتقل على اثر معركي اعرف كيف على اثر ضرب لنا النابلسي ضرب مكر الحاكم العسكري في نابس وجرح بعدها تم اعتقاله لسجن نابلس ثم حول لسجن كور كريم وحكم اربع مؤبجات ورسلنا من خلال الصليب الاحمر من عدة سجون واخر فترة سجن عسكلان وكانت والدته تزوره ولما استشهد ما تمكنت من زيارته ووعده بتسليمه لما سلم جثمانه حتى يوم نهار استشهد على اثر الاضراب يعني اضراب عن الطعام وهو كان عنده مرض يعني السجون وما السجون وكذا والتعذيب وكذا انت لما بتقول ناسة تكلت بال 68 كان اشهد انواع التعذيب لا بي حقوق انسان تقدر تصلوا ولا في حاجة بعملوهم ك كمقربنكو كالتعطورك هم تفشروا هذول المناظرين وشرفها واشتغلوا من اجل وطنهم وقضيتهم احنا من 1980 على اثر وقوع الشهيد انيس حسب تبليغ الصليب الاحمر الدولي اختفت اثر انيس ولم نعرف عنه شيئا الا من خلال التحذرات والتقولات كافة مؤسسات اتدخلت من اجل هذا الملاف حقوقية وانسانية لكن على ما يبدو ان الاسرائيين كانوا يتاجروا بعضاهم او ارتكبوا جرائم بحقهم وما زالوا ربما ناس منهم في السجون واحنا بنطالب كل الجهات الرسمية والشعبية بطلب هذا الجسمان اشتركوا في القناة